موسيقى بعد مآخذ أمريكية الجيش اللبناني يتحدث عن تجنيد عناصر إضافية وإسرائيل تجند عملاء من بيئة حزب الله عملية للمخابرات العراقية في صحراء الأنبار تقضي على 14 داعشيا بينهم 6 من كبار قادة التنظيم واشنطن تتهم ميليشيا موالية لإيران بمهاجمة مجمعها الدبلوماسي في بغداد وأوروبا تبحث معاقبة الطيران الإيراني ألمانيا توقف سوريا بتهمة الإعداد لهجوم ضد جنودها وتحضر جمعية إخوانية موسيقى 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 حياكم الله أفاد مصدر طبي للحدث بمقتل 60 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال ساعات الليل وحتى صباح هذا اليوم وقد أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 14 شخصا في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم منصيرات وسط قطاع غزة بينهم نساء وأطفال كما أصيب في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة الجاغوني أصيب أكثر من 45 شخصا بعضهم إصاباتهم خطيرة وقالت حماس إن المدرسة تابعة لوكالة الأنروا كانت تؤوي أكثر من 5000 نازح فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة دقيقة على مسلحين داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس في مدرسة الجاغوني وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع يجد أكثر من 650 ألف طالب في غزة أنفسهم محرومين من الالتحاق في المدارس للعام الثاني على التوالي ويقول المعلمون إن غياب الأطفال عن المدارس من شأنه أن يزيد من صدمتهم وأن يتسبب في مشكلات نفسية للعديد منهم كما سوف يستغرق النظام التعليمي في غزة سنوات لإعادة بنائه حيث دمرت الحرب الإسرائيلية 93% من المرافق التربوية وتشير إحصاءات لمجموعة التعليم العالمية إلى أن 85 من مدارس القطاع في حاجة لإعادة الإعمار كما اعتبر خبراء أمميون أن استداف المدارس سياسة ممنهجة وجريمة مكتملة الأركان من قبل الجيش الإسرائيلي من جانبه نفى الجيش الإسرائيلي وجود مخطط لاستداف المدارس أو المعلمين محملا حماس مسؤولية اتخاذها المدارس منطلقا لعملياتها معي منا دير البنح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت نبدأ بالشأن الميداني أسامة نعم الغرارات الإسرائيلية متواصلة تحديدا على منطقة جنوب قطع غزة في مدينة رفح الجيش الإسرائيلي يقصف المنطقة الغربية وهي ما تعرف في منطقة مفترق الشاكوش صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي سهدف منزلا في هذه المنطقة أدى لسقوط أربع ضحايا فيما لا تزال المدفعية الإسرائيلية تقصف فيها المنطقة الغربية وجيش يقوم بعمليات نسف لمربعات سكنية في المنطقة الغربية وفي المنطقة الوسط في مدينة رفح منطقة الشابورة منطقة حييتل السلطان والسعودي في المنطقة الغربية منطقة يبني هذه المناطق الآن تتعرض لقصف مدفع عنيف بالإضافة لعمليات نسف الموبعات السكنية وهذه من منازل سواء كان من خلال الجرافات أو من قصف المدفع أو من خلال استخدام روبوت باتة جيش الإسرائيلي مؤخرا يستخدم روبوتات تحمل علامتها صندوق من المتفجرات يتم وضعها داخل المنازل ثم تنسحب الروبوت ومن ثم يقوم الجيش بتفجير هذه القنابل والمتفجرات داخل هذه المنازل محدثة دمار كبير في مربعات سكنية بأكمالها في قلب منطقة حييتل السلطان في المنطقة الغربية من مدينة رفح قبل قليل تم انتشار أربع ضحايا بالقرب من جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى كان اثنين منهم تقريبا وصلوا عبارة عن أشلاء وتغيب عنهم ملامحهم بشكل كامل لأنهم أصيبوا قبل أيام قليلة والكلاب نهشت أجسادهم في هذه المنطقة وتحللت أجسادهم ومصروا إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل بعد تمكن سيرة الإسعار من الوصول إليهم ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى أيضا قبل أو صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة تم تشهد ست ضحايا من مناطق متفرقة في قلب مدينة خنيون السواء كان في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الغربية أو في المنطقة القريبة من مدينة رفح في المنطقة الجنوبية من هذه المدينة تم تشهل ست ضحايا نقلوا إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية من المدينة نلوحظ على مدار الأيام القليلة الماضية أن الجيش مسح عائلات بأكملها في قلب مدينة خنيونس سواء باستهداف منزل عائلة القرى في المنطقة الشرقية للمدينة أو في منزل عائلة النجار وسط مدينة خنيونس تم استهداف هذه المنازل وكان متواجد داخل المنزل لأب والأم وكل الأبناء حتى سقطوا جميع ضحايا والأسرة بالكامل مسحت وشطبت من السجل المدني بعد رحيل كل أفراد هذه العائلات مع العلم أنه أكثر من 500 أسرة مسحت وشطبت من السجل المدني هذا بحسب إحصائيات رسمية طيب لو تحدثنا أيضا عن تداعيات الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة الجعوني ظهرت بعض التصريحات الإسرائيلية أسامة التي قالت وأشارت إلى أن موظفي الأنوة ليسوا كذلك يعملون مع حماس ما الذي رشحه هناك وكيف ردت حماس إذا كانت هناك أئت بيانات حتى هذه اللحظة للمرة الخامسة يستهدف الجيش الإسرائيلي لمدرسة الجعوني داخل منطقة مخيم النصرات هنا وسط قطاع غزة مدراء والعاملين في الأنوة الستة أو عشرة من الموظفين كانوا اجتمعوا من أجل البدء بخطة جديدة من أجل توزيع المساعدات على العائلات النازحة داخل هذه المدرسة ولكن أول صاروخ سقط عليهم فضى هذا الاجتماع وسقط ستة من الضحايا من العاملين في الأنوة وبقية الضحايا كانوا من العائلات النازحة الموجودة فيها الغرف الموجودة والمحيطة في غرفة الإدارة هذه الغرفة التي تم استهدافها في مدرسة الجعوني هي غرفة الإدارة وغرفة مدير المدرسة ونائبه وعدد من العاملين في الأنوة في كل مدرسة أواء تتبع الأنوة في قطاع غزة يتواجد فيها طاقم من المنظمة يعمل على إدارة المدرسة وهذا المركز مركز النزوح ويبدأ بعملية توزيع المساعدات كل أسبوع على العائلات النازحة وبالتالي هذه المدرسة هي مدرسة الأنوة والعاملين أو المكان المستهدف تحديدا هو مقر إدارة هذه المدرسة ويتبع أيضا لأنوة وبقية الضحايا من العائلات النازحة جزء من هذه العائلات نزحت الآن وهربت من هذا الاستهداف باتجاه المنطقة الغربية لمخيم النصرات ولكن العدد الأكبر لم ينزح لأنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن أن تتجه إلي هذه العائلات باتجاه المناطق الغربية سواء كان لمخيم النصرات أو للمنطقة الغربية لمدينة ديربلح حركة حماس وكل الفصائل نددت هذا الاستهداف الذي يستهدف العائلات النازحة في عدد كبير من مراكز الإواء نحدث على منطقة مخيم النصرات هذا الاستهداف الثامن عشر لهذا المخيم يستهدف فيه مراكز ومدارس الإواء سواء كان مدرسة الجعوني أو باقي مدارس الإواء في منطقة مخيم النصرات توجدنا هناك لأكثر من مرة داخل هذه المدرسة لم نشهد سواء فقط عائلات نازحة وعدد من العاملين في منظمات الأنوروى الذين يشرفوا على هذه المدارس ومراكز النزوح ويعملوا على توزيع المساعدات نفت الفصائل أن يكون هناك أي شخص من المشتبه بهم داخل هذه المراكز وهذه المدارس بطبيعة الحال الأمين العام لأمم المتحدة جوتيريش وأيضا حتى اليونسيف كان قد ذكره وأشرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية الإنسانية بمثل هكذا استهدافات هذا ما جاء على لسان جوتيريش واليونسيف شكرا جزيلا من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت بعد 11 شهرا على حرب غزة أقرت إسرائيل باستمرار تعرضها للهجمات في القطاع سواء على الأرض أو حتى تحتها صحيفة يديعوت أحرانوت أوضحت أن هذا الإقرار قد جاء في رسالة من حكومة نتنياهو للمحكمة العليا وأشارت فيه لعدم احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الفعلية على أراضي غزة وقد أضافت صحيفة يديعوت أحرانوت أن حكومة نتنياهو أبلغت المحكمة العليا أن حماس تواصل ممارسة صلاحياتها الحكومية في غزة تحتضن العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعا أوروبيا عربيا إسلاميا من أجل تنفيذ حل الدولتين ويعقد الاجتماع على مستوى وزاري وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي وعن الدول العربية ولجنة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة وقد ذكر دبلوماسي أوروبي أن الاجتماع مدريد يستند إلى مخرجات المباحثات الدولية التي جرت في كل من الرياض وبروكسل كما أنه يهدف إلى حجد الدعم الدولي من أجل فتح أفق سياسي ملموس يضمن تنفيذ حل الدولتين وذلك في مرحلة ما بعد حرب غزة أفادت مصادر الحدث بإصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب صفد وذكرت مصادر الحدث أن الهجوم قد أدى إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين بجروح فضلا عن أضرار مادية وقد أفيد بسماع دوي انفجار في قاعدة عمعاد العسكرية إثر انذار عن تسلل مسيرات وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان انشغل اللبنانيون بما أوردته صحيفة النهار اللبنانية عن طلب حزب الله من أهالي بلدات جنوبية بإخلائها وذلك تحسبا لعمليات أملية إسرائيلية واسعة إلا أن الحزب سارع لنفي الخبر لاحقا وكانت تقارير اللبنانية مختلفة قد نقلت عن مسؤولين في حزب الله أن جبهة الجنوب دخلت في حرب استنزاف طويلة الأمد قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية على الأقل وأضافت التقارير أن حزب الله يرى أن القرار ذي الرقم 17-01 في الصيغة الحالية المجمدة هو الحد الأدنى المقبول إضافة إلى شرطين يتعلقان بأهمية وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية وعبور البقاع لتنفيذ غارات على سوريا كما تحدثت التقارير اللبنانية عن مآخذ أمريكية على أداء الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوى الدولية وعدم السماح لهم بمداهمة ما يسميه القرار الأممي بالأملاك الخاصة إذ ترى واشنطن أن الأملاك الخاصة تحولت إلى مراكز سرية ومقار تدريب ومخازن لحزب الله إلى جانب تقليص عدد وحدات الجيش اللبناني في الجنوب الذي أصبح ثلث ما ينص عليه القرار 17-01 أي 4500 بدلا من 15 ألف جندي لسيما التساهل حيال سيطرة حزب الله على الحدود والتغاضي عن مرور منصات الصواريخ وفقا لهذه التقارير اتهمت سفارة واشنطن في بغداد ميليشيات موالية لإيران بالاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في العاصمة العراقية مؤكدة الاحتفاظ بالحق بالدفاع عن النفس وكان المتحدث باسم السفارة الأمريكية قد تحدث عن هجوم يوم الثلاثاء على المجمع دون وقوع إصابات في المقابل نفى حزب الله العراقي ضلوعه في هذا الهجوم معتبرا أنه قد نفد في إطار التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد بعد سلسلة تقارير عن استهداف مقر الحرس الثوري في مصياف السورية أدانت السفارة الإيرانية في دمشق هذا الهجوم نافية استهدافة أي من المستشارين الإيرانيين وصفة البيانات الإسرائيلية حول هذه الغارة بمجرد الادعاءات المرصد السوري قال إن إسرائيل نفذت إنزالا في منطقة مصياف بريف حماه مستهدفة موقع حير عباس وهو مصنع مخصص لتصنيع وتطوير الصواريخ الدقيقة متوسطة المدى بإشراف الحرس الثوري وبحسب مصادر المرصد شاركت في العملية نحو خمس مروحيات إلى جانب عدد من المسيرات فيما سبق عملية الإنزال الجوي سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع حيوية في المنطقة وأضاف المرصد أن القوات الإسرائيلية تمكنت من اقتحام المصنع وتفجيره بينما نفت المصادر للمرصد تنفيذ أي عملية اعتقال لعناصر إيرانيين أثناء الهجوم الإسرائيلي أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن بلاده سوف تواصل الرد على تهديدات إسرائيل والقوى الكبرى وخلال زيارته للعاصمة الصينية بكين أشار رئيس الأركان الإيراني إلى أن ما وصفها بالفوضوية والفراغ الأمني في الشرق الأوسط يضغطان على طهران لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح للحدث إن بلاده تحكم على النظام الإيراني من خلال أفعاله ليس من تصريحاته وأشار إلى أن تصريحات قادة إيران المهادنة في بعض الأحيان دائما ما كانت مرفوقة بأفعال مزعزة عن الاستقرار ورعاية الإرهاب المتحدث الأمريكي دعا إيران إلى الامتناء عن تسليح وتجيع الإرهاب ووقف التصعيد النووي إن أرادت إبداء حسن النية وحث تهران على وقف اغتيال المعارضين السياسيين وإعدامهم ووقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا كما أوضح المتحدث أن واشنطن سحبت مجموعة تيودور روزفيلت لأن مهمتها قد طالت أكثر من المعتاد في الأشهر الفائتة وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ في المنطقة بحملة طائرات أخرى وقوات بحرية وجوية كبيرة في شرق المتوسط قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب باريل إن الاتحاد يدين بشدة نقل صواريخ باليستية إيرانية الصنع إلى روسيا في الأوينة الأخيرة وقد اعتبر أن نقل الصواريخ الإيرانية للروسيا يشكل تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للأمن الأوروبي أوضح أن الاتحاد الأوروبي سوف يرد سريعا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وقال إن الرد سيشمل تدابير جديدة وشديدة ضد إيران كما سوف يستهدف أفرادا وكيانات مشاركة في برنامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على قطاع الطيران الإيراني كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي حذر إيران مرارا من نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا معي مباشرة من بيروت العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث دعني فقط في البداية ننوه هنا موضوع التصريحات الإيرانية والتعاطي الأمريكي بين التصعيد ولربما بين اللهجة الناعمة التي تبديها إيران إلى أي مدى يضغط ذلك على تسخين جبهة الجنوب أو تبريد هذه الجبهة؟ لا أعتقد أن هذا الأمر يؤثر على جبهة الجنوب المسألة تتعلق بشكل مباشر بإيران والولايات المتحدة أولا الطرفان لا يريدان الدخول في حرب كبيرة مباشرة بينهما من جهة أخرى هناك أمور تتعلق بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل الفصائل العراقية الموالية لإيران حاولت التدخل في المعارك الدائرة في جنوب لبنان وفي غزة ولكن كانت تدخلها محدود جدا لقلة الإمكانيات وقلة الموارد وبالتالي كانت تضغط أو كانت تقوم بعمليات بمنوشات وعمليات صغيرة على القوات الأمريكية الموجودة في العراق وهناك إحصاء يزيد عن المائة عملية حصلت منذ بداية عملية طفان الأقصى العملية الكبيرة التي حصلت في شمال شرق الأردن عندما قتل ثلاثة أمريكيين من جراء مسيرة لإحدى الفصائل رتبعها رد أمريكي عنيف ومنذ ذلك الوقت طلب من هذه الفصائل عدم استهداف القوات الأمريكية حصل ذلك لمدة وجزة ولكن استعادت هذه الفصائل نشاطها ولكن دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أي نبقى تحت صقف يشكل ضغطا على القوات الأمريكية دون أن يؤدي ذلك إلى حرب شاملة وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس بايدن وحتى قبله الرئيس ترامب عندما كان رئيسا عدة مرات أبدى رغبته وحتى أعطى أوامره بسحب القوات الأمريكية من سوريا على أن تصحب من العراق لاحقا ولكن بعد الانسحاب الكارثي من أفغانستان عدل الرئيس بايدن عن ذلك وهذه القوى المحدودة العدد تشكل نقطة خاصرة رخوة للأمريكيين فهي هدف دائما دائم للفصائل العراقية والسورية الموالية لإيران وهذا مرتبط بإيران يعني إيران تضغط على الولايات المتحدة لكي تخفف مساندتها لإسرائيل ولكن لا يبدو أن ذلك يعطي أي نتيجة أيضا في ضوء التصريحات الأخيرة كانت هناك تصريحات لضباط إسرائيليين تحدثوا عن أن العملية العسكرية والتصعيد الإسرائيلي الذي يدخل مرحلة الحرب على الجنوب اللبناني هذه الخطة أصبحت ناجزة وظهرت كذلك بعض التصريحات التي تقول أن سكان الجنوب اللبناني طلب منهم إخلاء هذه المناطق التي يسكنون فيها طبعا عاد وتراجع حزب الله عن هذه التصريحات إلى أي مدى يمكن القول الآن مع حرك هوكشتاين ومع تصريحات مبارح بورل ببيروت إلى أي مدى يمكن القول أن هذا التصعيد الآن مضبوط وإن كان بقواعد اشتباك أكثر صرامة نعم يعني الحديث عن قواعد اشتباك هو في غير محله يجب الحديث عن حرب استنزاف تحت سقف معين لا يؤدي إلى حرب كبيرة الولايات المتحدة وخاصة الإدارة الحالية الديمقراطية طلبت من إسرائيل عدة مرات عدم القيام بعمل بري واسع في لبنان وقبل أيام حمل هكشتاين هذه الرسالة الأمريكية للإسرائيليين تماما تماما وبالتالي لا أعتقد أن إسرائيل ستقوم بعمل واسع في لبنان إنما عمل بري إنما النشاط الجوي لوحظ تكثيفه بشكل كبير خلال المدة الأخيرة وهو له عدة أهداف أولا تفريغ الجنوب مما تبقى من سكان وخاصة أن سكان الجنوب هم حاضنة شعبية لحزب الله ومقاتليهم في الجنوب هم من هذه القرى التي تتعرض لتدمير ممنهج وأصبح يلاحظ الآن أن القصف والتدمير يطالان قرى في العمق الجنوب يعني المسافات التي تستهدف أو القرى التي تستهدف تقع على مسافات طويلة تصل حتى عشر كيلومترات عن الحدود وهذا الهدف الأول تفريغ الجنوب الهدف الثاني إسرائيل تقوم بسياسة الأرض المحروقة وباستهداف حزب الله واغتيال كوادر الحزب وبهدف إضعافه وإجباره على الانسحاب من الجنوب هذا الهدف الثاني وهذان الهدفان يصبان في الهدف الاستراتيجي وهو إعادة سكان شمال إسرائيل إلى فرهم ومدنهم وهذا الهدف حتى الآن لم يحقق بل على العكس هناك فراغ كامل في شمال إسرائيل وعجز عن إعادة السكان التصعيد الإسرائيلي مضغوطين فقط بالوقت سيادة العميد الدخلي الحلو لكن في الوقت نفسه نجد أن الحراك السياسي ما زال يتحدث عن موضوع التهدئة وهدنة وما إلى ذلك والعودة للقرار 17-01 هل لفتك سيادة العميد موضوع الحديث عن وجود الجيش عديد وجود الجيش اللبناني وتطويع المزيد من الأفراد في الجيش اللبناني هل لفتك هذا الأمر وإلى ماذا يرمز ما إنعكاساته على منطقة الجنوب أو حتى على القرار 17-01 نعم القرار 17-01 في هذه الأيام يتم الحديث عنه بكثافة وخاصة من قبل الحكومة اللبنانية وهذا يعني أن حزب الله غير معارض لهذا الطرح ولكن بالشروط التي تفضلتم وذكرتموها في النشرة ولكن هل إسرائيل فعلا مستعدة للتفاوض ولوقف إطلاق النار المفادون كانوا يأتون بكثافة في بداية الحرب الحالية ولكن حاليا يبدو أنهم عزفوا عن هذا الأمر لأن حزب الله يشترط وخف إطلاق النار في غزة لكي يقبل هو بوخف إطلاق النار في الجنوب وإسرائيل تقول جبهة جنوب لبنان لا علاقة لها بغزة وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل تريد الاستمرار في هذه السياسة سياسة التدمير وسياسة الإغتيالات وسياسة قصف كل شيء وأن حزب الله ربما يعني تواصل مع الحكومة اللبنانية وهو في صلب هذه الحكومة لجس نبض المجتمع الدولي في حال كان هناك إمكانية لتطبيق هذا القرار هذا القرار أعتقد أنه حاليا بعيد عن التطبيق والجيش اللبناني سواء طوع أو لم يطوع ليست هذه هي المشكلة عندما يكون هناك قبول بتطبيق القرار من قبل حزب الله ومن قبل إسرائيل عدد الجنود اللبنانيين ليس مشكلة يمكن حله بسرعة شكرا جزيلا على كل هذه الرؤية والتفاصيل من بيروت سيادة العميد خليل حلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية شكرا أعلنت المخابرات العراقية مقتلى أربعة عشر من داعش بينهم ستة قيادات في عملية بصحراء الأنبار وقال بيان المخابرات العراقية أنه قد تم القضاء على مسؤول التصنيع والتطوير والملف الكيميائي في تنظيم داعش أبو علي التونسي والمسؤول العسكري لولاية الأنبار في التنظيم شاكر النجدي كما أكد البيان مقتلى ما يعرف بوالي الأنبار في داعش أبو همام وأبو عبد في جنوب الأنبار ترجمة نانسي قنقر 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 أعلن مدة عام يونيخ في جنوب ألمانيا توقيف سوريا في 27 من العمر بتهمة الإعداد لهجوم ضد جنود من الجيش الألماني وقد اعتقل المشتبه به اليوم وبحوزته ساتوران كان يخطط ليهاجم بهما جنودا في الجيش الألماني خلال فترة استراحة الغداء في بلدة في بافاريا وفي ألمانيا أيضا قررت ولاية برادنبورغ حظر جمعية المركز الإسلامي السلام وقالت الداخلية في الولاية إن الجمعية موجهة ضد فكرة التفاهم بين الشعوب والنظام الدستوري وأضافت أنه لا يمكن التسامح مع تلك الجمعيات منوهة إلى أنها محسوبة على الإخوان المسلمين وحماس وقال متحدث باسم الوزارة إن السلطات تقوم بتفتيش مكاتب تابعة للجمعية إضافة لمنازل خاصة في ولايتين برادنبورغ وبرلين وكان الوزير قد أعلن قبل أشهر عن رغبته باتخاذ إجراءات ضد الجمعية فيما دع المتحدث باسم الداخلية إلى حظر سريع على حركة حماس في ألمانيا معي من برلين مراسلة الحدث راغدة بهنام أهلا ومرحبا فيك راغدة نتحدث في البداية عن هذه الحادثة حدثت توقيف هذا السوري المتهم بأنه كان يريد أو يهم بتنفيذ عملية ضد جنود من الجيش الألماني بالفعل التفاصيل التي تكشفت عن هذه الرواية ملفتة لأنه بحسب ما نشرت موقع مجلة شبيكل هذا الشخص السوري هو يعيش في ألمانيا منذ عشر سنوات ووصل لاجئا في العام 2014 وهو يحمل حق الحماية المؤقتة وهي التي تمنح للأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم لأنه يمكن أن يتعرضوا لأذن في حال تم ترحيلهم إلى بلادهم ملفت أيضا بأنه لم يكن قد صدر بحقه قرار ترحيل هذا يتناقض مع ما حصل مع اللجأ السوري الذي نفذ عملية زولينغين قبل بضعة أسابيع الذي كان صدر بحقه قرار ترحيل ولكن السلطات الألمانية لم ترحله لسبب معين ومنذ عملية زولينغين تتخذت الحكومة الألمانية عدة قرارات متشددة مع اللاجئين خاصة المهاجرين غير الشرعيين أعادت تفتيش على الحدود الأوروبية فيما هو مخالف للشنغن بحسب البعض لذلك الآن هذه القضية قد توقع السلطات الألمانية والداخلية في مأزق جديد لأن كل هذه الخطوات التي اتخذت بعد عملية زولينغين الآن قد يطرح السؤال لدينا هؤلاء الأشخاص الذين هم موجودون من دون صوابط تتعلق بالإرهاب هذا الشاب وصل كان عمره 17 عاما وهو تطرف هنا في حال صحة رواية المدعي العام لذلك بالفعل هذا قد يفتح أبواب جديدة على الداخلية الألمانية وقد تستنتج الحكومة بأن التشديد مع الخطوات التشديدية ضد اللاجئين غير الشرعيين قد لا تكون كافية لتفادي هكذا عمليات تطرف لأشخاص هنا في ألمانيا تقارير رسمية الألمانية راغدة تجاه كل الحوادث الأخيرة في ألمانيا هل تربط بين هذه العمليات وأي أجندات أو تنظيمات مسلحة وما إلى ذلك أم أنها تشير إلى أنها عمليات فردية بطبيعة الحال دائما هنا يتم تكرار كلمة الذئاب المنفردة في عمليات زولينجين قال المدعي العام بأنه هو متأثر بتفكير داعش وداعش أصلا تبنى هذه العملية أيضا وصلت للشلطة رسائل من داعش أعلنت بأنها تبنت هذه العملية لذلك بالفعل هناك ربط ولكن أيضا السلطات هنا تقول بأن معظم من يتحركون الآن يتحركون بدوافع فردية ربما بالتنصيق أو بأوامر من داعش ولكن ليس على مستوى تنصيق عال وعبر شبكات معقدة يتم هذا التطرف عبر شبكات الإنترنت بشكل أساسي ومن ثم يتصرف هؤلاء الأشخاص إما بدوافع شخصية أو بطلب من تنظيم داعش ولكن هذا لم يثبت بعد التحقيقات الجارية في مسألة اللاجئ الذي نفذ عمليات زولينجين وهذا ما ستثبته السلطات في طور هذه التحقيقات كيف تتعاطى اليوم الحكومة الألمانية براغدة مع ملف حركة حماس خاصة مع الموقف الألماني الداعم لإسرائيليين بالفعل منذ عملية 7 أكتوبر كان هناك عدد كبير من القرارات التي اتخذتها الداخلية الألمانية لحظر عدد من الجمعيات والمنظمات التي تقول أنها مرتبطة بحماس أو بحزب الله أو بإيران كان ربما القرار الأكبر إغلاق المركز الإسلامي في هامبرغ المرتبط بالنظام الإيراني بشكل مباشر بحسب تصنيف المحابرات الألمانية والذي يطالب هنا ناشطون إيرانيون معارضون بإغلاقه منذ فترة طويلة وإغلاق هذا المركز اليوم في ولاية براندنبورغ هو ربما إكمال لهذه السياسة بإغلاق المراكز التي تعتبرها الحكومة والسلطات الأمنية مرتبطة بحركة حماس ولكن ما زالت مسألة الإخوان المسلمين وعدم حظرهم هنا في ألمانيا محل تساؤلات لماذا لم يتم حظر الجماعة على المستوى الوطني كما حصل مع حماس وكما حصل مع حزب الله قبل بضعة أعوام هذا السؤال لم تجب عليه بعض السلطات الأمنية هي تقول منذ فترة بأنها تبحث في الخطوات القانونية قبل أن تتخذها كذا خطوة وأيضا الخبراء الأمنيون يقولون بأنه من الصعب جدا أن يكون هناك قرار شامل لحظر الأخوان لأنهم يتصرفون تحت الطاولة إذا ما أردنا بشكل سري وعملياتهم ليست واضحة بالشكل الذي ربما هي أكثر وضوحا تلك المنظمات المرتبطة بحزب الله وحماس إذن شكرا جزيلا من برلين مراسلة الحدث راغدة مهنام شكرا معي من مدينة تابون الألمانية الدكتور جاسم حمد الباحث في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث في البداية دعني أسأل عن الذهنية الألمانية اليوم في التعامل مع مجموعة من الجماعات لماذا الآن ينشط هذا الحراك الألماني في سبيل الحظر مثلا الآن هي تحاول حظر جمعية إخوانية تحديدا بولاية برادنبورغ ملف الإخوان ملف قديم ليس جديدا لماذا الآن ينشط هذا الحراك الألماني الحراك الألماني أجد أنه جاء متأخر جدا عندما اكتشفت الحكومة الألمانية وكذلك الأحزاب السياسية وعلى مستوى البرلمان والحكومة وحتى على مستوى الشارع الألماني بأن هناك تهديد مباشر وقائم على الأمن القومي الألماني ما تقوم به هذه الجماعات من أنشطة هي مخالفة إلى الدستور الألماني إلى القانون الأساسي الألباني وكذلك هو يتنافع أيضا مع موضوع التكامل الاجتماعي الاندماج الأمن المجتمعي وبدون شك جاءت هذه الجميع نتيجة توترات جيوسياسية على مستوى أقليمي ودولي وحتى داخلي فإذا هو تهديد قائم على أمن ألمانيا القومي بس السؤال المطروح أيضا هنا دكتور جاسم إذا سمحت لي إلى أي مدى ذلك مرتبط بنشاط هذه الجماعات أو بمعنى هل هو مرتبط بنشاط هذه الجماعات أكثر مما هو مرتبط برؤية وذهنية وفكر اليمين في ألمانيا هي مرتبطة بصراحة بأنشطة هذه الجماعات ولذلك نلاحظ أن الشرطة الألمانية تواجه الكثير ربما من البيروقراطية بالتعامل في ألحد من الجماعات المتطرفة إن كانت يمينية أو ربما إسلاموية ولذلك أن القضاء الألماني تحتاج دائما من الشرطة الألمانية أن تقدم الكثير من الشواهد والأدلة فإذن الأنشطة الألمانية لاحظنا أنه في هذه العملية وربما في عمليات أخرى هناك خطوات وقائية يعني هذه الجهد هو يعتبر ويجير إلى صالح الاستخبارات الألمانية في أنه منع حدوث عمليات إرهابية قبل وقعها وعند التخطيط وهذا تعتبر نقطة إيجابية فإذن أجد أنه هو يتعلق في شدة الإجراءات والتدابير التي تفرضها ألبانيا على مثل هذه الجهد سيد دكتور جاسم هذه الإجراءات يتم اتخاذها ضد أنشطة هذه الجماعات لكن على الأرض ما يتم تنفيذه هي عبارة عن عمليات فردية حتى ذلك باعتراف وبإقرار الحكومة الألمانية تتحدث دائما عن أن هؤلاء الأفراد متأثرون بفكر هذه الجماعة أو تلك لكن تبقى هي عمليات ذئاب فردية ليست أو لم تنفذ من قبل وبإدارة تلك الجماعات مهما كانت إن كانت عمليات فردية أو ذئاب فردية إن كان هناك تأثير ربما مباشر عبر الإنترنت فجميعها هي تمثل بصراحة تطرف محلي وتطرف ذاتي داخل دول أوروبا بعد أن كانت هذه الدول هي تلوم دول ربما في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا بأنها من تدعم أو ربما هي تكون ملاذات إلى الجماعات المستطرفة أجد أنه الآن أوروبا هي من تتحمل هذه المسؤولية نلاحظ أنه أغلب العمليات التي تتمت خلال أربع سنوات الأخيرة هي من داخل دول أوروبا فإذن هناك مشكلة يجب أن تدركها أنه دول أوروبا ونحن نتحدث عن ألمانيا بأن الإرهاب ونحن لا نتحدث عن الإرهاب بغض لا نتحدث عن التطرف هناك تحدي كبير ما زالت دول أوروبا عاجزة من ألحد من عمليات التطرف لكن في عمليات الإرهاب هي نجحت في ألحد من ربما وجود عمليات إرهابية وسعة فإذن عندما تكون عمليات ذاتية عندما تكون عمليات ثردية هي أيضا في ذات الوقت هي تمثل تهديد على ألبانيا القومة إلى أي مدى يعني يمكن تحقيق مقاربة دكتور جاسم بين مواقف الحكومة الألمانية وتعاملها مع الحرب في غزة والدعم الذي تبديه ألمانيا للإسرائيليين وربما مع تصاعد هذه الهجمات وإن كانت فردية ضد الكيانات السياسية في ألمانيا أو حتى الكيانات العسكرية وما إلى ذلك التوترات الإقليمية وهناك اعتراف لدى الكثير من المسؤولين في ألمانيا والحكومة وعلى مستوى الخبراء أيضا المعنيين في الأمن الدولي والإرهاب من داخل أوروبا وأكدوا بأن التطورات الجيوسياسية في العالم خاصة نتحدث عن حرب غزة ضربت بتداعياتها على أمن الدول أوروبا ولذلك استقطبت الكثير من ربما الشباب بالنزوح نحو التطرف وتستغل الجماعات المتطرفة بالتأثير على الشباب ونلاحظ أنه الآن هناك صفحة جديدة لجماعات الإسلامية المتطرفة إلى جانب الإيمين المتطرف وهو استقطاب إلى الشباب فإذا أجد أن حرب غزة أدت إلى انقسام مجتمعي إضعاف أيضا الأمن والاستقرار الداخلي ولذلك الآن تحاول ألبانيا تحديدا تصحيح بعض المسارات ولو بسقف محدود جدا لا يرتقي بصراحة إلى التخلي عن الدعم الدائم إلى إسرائيل شكرا جزيلا من مدينة بون الألمانية الدكتور جاس محمد الباحث في شؤون الأمن الدولي والإرهاب شكرا لخضرتك ويعطيك العافية متابع في هذه النشرة خلال مؤتمر للشرطة وزيرة مكافحة الجريمة البريطانية تتعرض للسرقة نحن في أزمة حقيقية في ليبيا هم لا يريدون انتخابات لا يريدون للشعب الليبي أن ينتقب رئيس هل يستطيع فرقاء البشهد في ليبيا الاتفاق دون وصيد؟ جمود سياسي وفشل في لمي شمل الفرقاء الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع هل فوجهت باستقالة باتيلة؟ أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية؟ الفجل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية لماذا يفشل الجميع في حال الملف الليبي؟ ولماذا يهرب الجميع؟ نتيجة الإضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى عن الغذاء والرعاية الطبية فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايف والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian It is political كيف نحن نعيش؟ كيف جاوبولا؟ اهلا بكم من جديد افاد مراسل الحدث في السودان بان مقاتلات الجيش السوداني شنت غارات على مواقع قوات الدعم السريع في مدينة مليط بولاية شمال دارفور وقد استهدف طيران الجيش مواقع تابعة للدعم السريع في مدينة يالا عاصمة جنوب دارفور توقع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار انهاء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في ديسمبر المقبل وقد اتهم عقار الدعم السريع بتدمير 75% من المرافق الصحية في البلاد كما حفى اهل شرق السودان على اهمية المطالبة بحقوقهم دون اللجوء الى حمل السلاح وكان مساعد قائد الجيش ياسر العطى قد كشف عن دخول اسلحة نوعية جديدة في المعارك حيث سوف تحدث تحولا كبيرا من جالبها اكد ياسر العطى مساعد قائد الجيش السوداني ان مجلس السيادة لا يعتزم عقد هدنة او سلام مع قوات الدعم السريع ومن يساندها واضاف العطى خلال تفقده قيادة السلاح المدفعية في مدينة عطبر بولاية نهر النيل ان مجلس السيادة لن يسلم قيادة السودان لاي جهة الا عبر سنضيق الانتخابات وبشكل ديمقراطي ما في اتفاقية مع جنجويد ما في سلام مع جنجويد ما في جلوس مع كل من ساند الجنجويد سياسيا اعلاميا بكتابة التغارير المخبرقة للمنظمات الأممية السيادة السمعة وسيط هنالك من يساندونهم باسم المدنيين انا ما بعرف حكومة مدنية انا بعرف حكومة ديمقراطية صندوق الانتخابات دائر انو اللي لم نعمل انتخابات دائر انو بعد ما نحسم هذه المعركة نعمل انتخابات حباب لكن اي ناولوة ولا فهدوة ولا كلام فارغ ولا يستغوى بعين بك لن يغويك شيئا بان سيزلك معي من القاهرة الصحف السوداني شوقي عبد العظيم سيد شوقي اهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث دعنا نبدأ بما انتهى اليه السيد الا العطة هو قال انو مجلس السيادة لن يسلم قيادة السودان لأي جهة الا عبر صناديق الانتخابات وبشكل ديمقراطي طب يعني السؤال الطبيعي الذي يسألوا اي شخص المرحلة الانتقالية اللي كان فيها الجيش بيشتغل جنبا الى جنب مع قوات الدعم السريع ليش ما عملوا انتخابات وقاموا بالفعل بتجسيد كل الخطوات لتجذير وتجسيد هذا السياق الديمقراطي وانهاء هذه المرحلة الانتقالية نعم هي الكلام الذي قاله الفريق ياسر العطة هو ليس جديدا وهو جزء من الازمة الاساسية في السودان منذ سقوط نظام البشير ظل الجيش يراوق في مسألة الديمقراطية ظل يقول كلام ويفعل كلام اخر لا يلتزم بالعهود والمواثيق التي وقع مع قيادات الثورة في الوثيقة الدستورية التي كانت تتحدث عن فترة انتقالية يحكم فيها الجيش يكون على رأس مجلس السيادة لعام ونصف ثم تتحول حتى مجلس السيادة الى المدنيين ويقود المدنيين حكومة ديمقراطية كاملة الى انتصل الى الانتخابات اول هذه المسائل لم يلتزم الجيش ذهب مباشرة الى انقلاب 25 اكتوبر قام بالانقلاب ثم بدأ في تغويض المرحلة الانتقالية او التحول المدني الديمقراطي بشكل كامل وظلت هذه الحالة متكررة يتعهدوا ثم ينقضوا هذا العهد يتعهدوا بتسليمها للمدنيين ثم ينقضوا العهد التسليم للمدنيين الى ان جاءت الاتفاق الاطاري وتعهد الجيش قبل الاتفاق الاطاري بالخروج من العمل السياسي بالكامل ولكنهم مرة اخرى رفضوا هذه المسألة وبدأوا يتلكأوا في تسليم السلطة للمدنيين فهذه الحالة هي حالة متكررة منذ حتى قوات الدعم السريع كانت جزءا من هذه المنظومة وبعض المراقبين يقولون ان الدعم السريع قد وجدت الفرصة المناسبة للانسحاب وتصدير هذه الرؤية رؤية الحكم المدني نعم الدعم السريع نفسه هو كان جزءا في شراكة مع الجيش وقائد الدعم السريع كائن نائبا للبرهان وكلاهما اشترك في الانقلاب على الحكومة المدنية هم تشاركوا في انقلاب 25 اكتوبر ولم يكنوا جادين في مسألة الديمقراطية كلاهما الطرفين الجيش والدعم السريع لم يكن لديهم اي التزام بالمسألة الديمقراطية وكثير ما حاولوا ان يشوفوا القوى المدنية وقوى السورة والقوى السياسية الجيش والدعم السريع عندما كانوا شركاء عملوا جاهدين لتشويه صورة القوى المدنية والحكم المدني وحدثت عدد من الانقلابات وحدثت عدد من العرقلات للحكم المدني اشتركوا فيهما اشتركوا في هذا الامر الدعم السريع والجيش اغلقوا شرق السودان هيئوا المسرح للانقلاب دعموا اعتصام شهير امام القصر الجمهوري كل هذه المسائل كانت بالشراكة بين الدعم السريع والجيش فلذلك مسألة الديمقراطية واضح جدا تسبت مع الوقت أنهم غير جادين كلاهما الدعم السريع والجيش غير جادين في مسألة الديمقراطية وإنما يحاولوا أن يطيلوا أمد بقاؤهم على السلطة وما يقوله ياسر العطة الآن يؤكد ذلك أن الجيش يريد أن يحتفظ بالسلطة أطول فترة بممكنة لأسباب كثيرة جدا ربما من بينها علاقته بجماعة الأخوان المسلمين نفسها طيب الآن عندما يتحدث الجيش وفي تصريحات متتالية عن تمسكه بمنبر جدة هل يتعارض ذلك مع عقد لقاءات أخرى بجينيف وغيرها؟ طبعا هذا الذي كان يكرره الناس كثيرا هذا لا يتعارض أبدا بل بالعكس منبر جينيف كان هو مواصلة لما حدث في جدة وطلبت الوساطة أن يحضر الجيش والدعم السريع كما كانوا هم في جدة ولكن الجيش تمسك بأن يضاف إلى المنبر آخرين مدنيين والاعتراف في الحكومة وكثير من القضايا لم تكن مطروحة في منبر جدة وفي ذات الوقت يقول أنه متمسك بمنبر جدة فهذا التضارب الذي حدث أفشل المفاوضات ووضع الجيش الآن في موضع الرافض للسلام والرافض للاتفاق لأن منبر جينيف هو امتداد لمنبر جدة وكان من الأوجب أن يذهب الجيش وحتى يحاصر الدعم السريع نفسه إذا كان الدعم السريع غير جاد ولم يلتزم بتنفيذ الاتفاق جدة كان يمكن محاصلة الدعم الشريع في جينيف بوجود دولي أكبر ربما مما حدث في جدة وبتعهدات أكبر ووجود المجتمع الدولي بشكل كبير ولكن الجيش لم يفعل ذلك فأفشل كل ما يمكن أن يكون في جينيف ثم أعتقد أن جدة الآن هي على المحق وتحتاج إلى معالجات أكبر ولم يستفيد الشعب السوداني من هذه الحرب والتي ستنتهي بتفاوض إذن من القاهرة صحف السوداني شوقي عبد العظيم شكرا لحضرتك حذرت منظمة اليونسكو من أن التهديد للأثار التاريخية في السودان قد وصل إلى مستوى غير مسبوق في الأسبوع الأخيرة أشارت المنظمة إلى تقارير تفيد بنهب المتاحف والمواقع التراثية والأثرية والمجموعات الخاصة جراء الحرب وقد تم عرض المسروقات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التسويق والبيع كما دعت اليونسكو السودانيين الامتناعي عن التجاري بالقطع الأثرية مؤكدة تعرض أكثر من عشرة متاحفة ومركز ثقافية للنهب والتخريب في البلاد وكانت الهيئة القومية للأثار والمتاحف قد رصدت عبر الأقمار الصناعية خروج الشاحنات المحملة بالقطع الأثرية من متحف السودان القومي أعلن ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في مفاوضات أزمة مصرف ليبيا المركزي أعلن الاتفاق على ترتبات المؤقتة تكفل تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين وقد جاء هذا عقبا عقاد جولة مشاورات جديدة بين ممثلي البرلمان ومجلسي الأعلى للدولة والرئاسي برعاية الأمم المتحدة في طرابلوس أمس لبحث سبل حل نقاط الخلاف العالقة صحبت روسيا أوراق اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين بعد اتهامهم بأنشطة تجسس الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أوضحت أن دبلوماسيين البريطانيين الست قد شاركوا بأعمال تهدف للإضرار بالشعب الروسي أضافت زخاروفا أن تحقيقات الأجهزة الأمنية قد كشفت أن تصرفات السفارة البريطانية لدى موسكو تتجاوز حدود نطاق اتفاقية فيينا وصف الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي لمبادرة الصينية البرازيلية لإنهاء الحرب بأنها مدمرة وقال زيلنسكي أن المقترح الصيني البرازيلية لمجرد المصالح السياسية مع روسيا ليست واضحة تماما الرئيس الأوكراني أضاف أن المبادرة الصينية البرازيلية مجرد بيان سياسي لم تتم مناقشته مع أوكرانيا واعتبر أنه يتوجب أولا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتخذ خطوات تظهر رغبته في إنهاء الحرب ودعت الصين والبرازيل في مايو إلى عقد مؤتمر سلام دولي تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا ويتضمن مشاركة متساوية لجميع الأطراف تواصل قوات الجيش الروسي سلسلة مناورات استراتيجية بحرا وبرا وجوا في مياه بحر البلطيق بالقرب من مدينة كالينغراد الروسية الواقعة بالقارة الأوروبية التي لا تملك حدودا برية مع روسيا كاميرا الحدث رافقت القوات الروسية ورصدت مشاهدة للمناورات بالذخيرة الحية وذلك في تقرير عبدالجواد الرشد تواصل وزارة الدفاع الروسية إجراء مناورات المحيط 2024 الاستراتيجية الواسعة العربية اليوم على متن زورق حربي في أقصى الغرب الروسي في بحر البلطيق في هذا المكان تقوم وحدات من السفن الصاروخية بمحاكاة عملية استهداف أهداف مائية وساحلية بصواريخ إلكترونية يتم إطلاقها من منصة كاليبار أكثر من مائة سفينة وثلاثون قطعة جوية تابعة لأسطول بحر البلطيق بالإضافة لإثنى عشر ألف عسكريين يقومون بتنفيذ المناورات الاستراتيجية في كالينينجراد في سياق تنفيذ مهمات التدريب القتالي تنفذ أطقم السفن عدد من المهمات أبرزها عملية القدرة على البقاء خلال التمركز في مركز غير محمي بالإضافة إلى الطرق التواصل بين السفن المناورات في كالينجراد الواقعة في قلب قلب الشمال الأطلسي تقام في البر أيضاً هذا هو ميدان لمفكة العسكري تجري هنا محاكاة عملية رميين بمعدات عسكرية مختلفة حضور لقوات برمائية وتجربة واسعة لإطلاق النار القي تم خوض تدريبات متعلقة بإطلاق صواريخ على قوارب العدو بالإضافة إلى مهمات عدة متعلقة بإطلاق صواريخ باستيون السحلية نحو سفن وأهداف وهمية أعلن مسؤول حكومي بريطاني سرقة حقيبة وزيرة بريطانية خلال مؤتمر للشرطة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن الشرطة ومكافحة الجريمة ديانا جونسون سرقت محفظتها أثناء مشاركتها في مؤتمر لأفراد الشرطة حول مكافحة الجريمة وصلنا وإياكم إذن إلى ختام هذه الساعة الإخبارية نشكر لكم طيبة المتابعة يلقاكم على رأس الساعة الزميل محمود الورواري ابقوا معنا اشتركوا في القناة